أقام عضو المجلس البلدية دكتور حسن كمال لا ندوة في ديوانه تحت عنوان النفط الصخري تحدي أم سند بمشاركة الخبير النفطي الدكتور عبد السميع بابهاني وأكد المشاركان في الندوة أن النفط الصخري لم يعد ممكنا التقليل من دوره في عادة رسم الخريطة النفطية العالمية مشيرين إلى إمكانية الاستفادة منه في الكويت أقام عضو المجلس البلدية دكتور حسن كمال ندوة في ديوانه بعنوان النفط الصخري تحد أم سند وكان ضيف هذه الندوة الخبير النفطي الدكتور عبد السميع بابهاني الذي أكد عن مدى إمكانية استثمار النفط الصخري في الكويت وأن يكون المورد البديل للنفط بتكلفة أعلى نسبيا بالكويت عندنا حوالي تقريبا مصادر المطبخ عندنا حوالي تسع طبقات سميكة السمك الكل ألف ومئتين متر ألف ومئتين متر عندنا من هالطبقات السميكة عندنا مخازن للنفط أربعة عشر طبقة هذه من نعم الله علينا نحن الكويت نسميها قبل اللي هو الارك كويت اارك نسميها أو دوم عبارة عن قبة الكويت عبارة عن قبة النفط من كل جوانبها من نواحيه ومن تحت تتيمع في الكويت وتحدث الخبير النفطي خلال الندوة عن أنواع النفط الصخري والمخازن المحكمة وأكد أن النفط الصخري هو مرحلة من الطبخ ما بين التفحم والزيت ومساماتها تحوي الغاز ويكون مشعادة لتركيز اليورانيوم أو الراديوم فيه المحاضرة الليلة هي محاضرة تحوي عنوان أهمية النفط الصخري وانتشارها وبعد التجارب الناجحة اللي صارت في الدول الجوار من الكويت على النفط الصخري تقريبا أربع خمسة بار حفرت ونتائج جيدة كما صرح الرئيس السابق للكووسي على النتائج الجيدة أتصور كان من المناسب وقت أسعار البترول العالية أن تجرب أحد الطبقات الصخري خاصة أنه عندنا طبقات السارجل والمارات تحتاج إلى أن فعلا المكحول عفوا تحتاج إلى تجربتها فعلا فهي طبقات سميكة من المواد الطفلية العضوية المليئة بالمواد العضوية التي تحتاج فعلا تجربة واليوم كخبير نفطية ذو خبرة عالمية دكتور عبد السميع بابهاني يعني أعطانا معلومات قيمة عن النفط الصخري ووجود هذا النفط الصخري في العالم وفي أيضا دورة الكويت وتوزيعة الجغرافية وحاولنا أيضا بأن نعرف الطرق استخراج هذا النفط الصخري والكميات الموجودة في الكويت بالإضافة إلى الأثر الاقتصادي وإضافة إلى الأثر البيئي لاستخراج هذا النوع من النفط النفط الصخري هو نوع من النفط الخفيف ويتم إنتاجه من صخور تحتوي ترسبات دقيقة بمسامات صغيرة يتم تكسيرها واستخراج النفط منها للنفط الخام وتكلفة استخراجه أعلى نسبيا ويختلف عن النفط الرملي أو الغاز الصخري والنفط الخام الطبيعي وبحسبة النسبة والتناسب إن الكويت تحتمل أن تحوي نفطا صخريا يقدر بأربعة أضعاف ما في الولايات المتحدة الأمريكية حبيب بوشهري تلفزون الكوت